موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما مع حلقات قبل الإفطار طبعا اليوم سنتكلم إن شاء الله عن المرضى وكثرة الأسئلة وكل سنة تعاد هذه الأسئلة هل أصحاب السكر يصومون هل المرأة الحاملة تصوم سنتكلم عن المرضى بصفة عامة هل المرضى يصومون وما هي الأمراض التي ممكن لأصحابها أن يفطروا وما هي الأمراض التي يمكن لأصحابها أن يصوموا طبعا سنفصل يجب أن لا يعاد سؤال مشكلة السكري الناس اللي يأخذوا حقنة الأنسولين فهذا طبعا يصعب أن يصوم رغم أن كين أشخاص رغم الحقنة ويصومون ولكن أنا كيفما كالحالة نوصي بهذه الأشياء لماذا لأن هؤلاء يعدهم رخصة ويجب أن يستفيدوا من هذه الرخصة وهذه الرخصة هي من الله سبحانه وتعالى وليست من الطبيب فهناك أمراض أخرى مثلا الأشخاص اللي يعملوا كيميو تيرابي كيميو تيرابي أو الراديو تيرابي هذا طبعا اليوم الذي يأخذون في حصة هو اليوم الثاني والثالث يعني هذة ثلاثة أيام فالشخص لا يقدر على الصيام يعني لا يكون في حالة يعني خطيرة والأشخاص الذين أخذوا حصاص تقيلة وحصاص كثيرة ووصلوا إلى حالة مذرية هؤلاء لا يصومون لكي يكونوا يعني واضحين أشخاص اللي بقى ينصحتهم جيدة ويعني الحصة اللولة والثانية وبقى أول مرة يعملوا كيميو تيرابي هذا ممكن يعني أثناء الحصة يعني يوم اثنين وثلاثة لما يأخذوا جرعة الكيميو تيرابي أو الراديو تيرابي هذا بعدها ممكن يصوموا يعني وممكن يصوموا معالي ينوصي تطوع يعني الله سبحانه وتعالى يقول ومن تطوع خيرا فهو خير له وأنت صوم خير لكم إن كنتم تعلمون هذا التطوع وهذا التخير هو للمرضى وليس للناس الأصحاء باش فقهاء يكونوا شوية ذا لأننا سمعنا بعد التفسيرات لا ليست في محلها هذا التطوع هو للمريد أما الإنسان السليم فلا يطلب منه الله أن يتطوع ولا هو يعني يلزمه الشرع يلزمه الصيئة تطوع هنا للمريد التطوع هنا والتخير للمريد وأنت صوم خير لكم للمريد وليس للشخص السليم فهناك أمراض مثلا الأشخاص اللي يأخذون ومثلا كذلك الأنترفيرون عندهم مثلا تصلوا بالوحي وليس لديهم أمراض أخرى لتستدعي الاستعمال وحتى التهاب الكبير بيو سي لصحتهم ما تسمعش يعني من ما يأخذوا هذه الحصة فلا يقدرون على الصيئة الأشخاص اللي يعني تحت المصل يعني اللي في العيادات وفي المستعجلات وبعد الجراحة أو قبل الجراحة أو يعدونهم الجراحة ويكونوا تحت هذا المصل تحت التغذية يعني في المستشفى هؤلاء يجب أن لا يصوموا طبعا لا يصوموا يعني هذه حالة يعني الله سبحانه وتعالى رخص لك ورحمك فيجب أن تقبل هذه الرخصة من الله وأن تقبل رحمة الله سبحانه وتعالى فإذا رفضت رحمة الله فهذا شيء يعني غير مقبول في الدين وليكون الدين دينه يسر حقا لأن إذا لم تكن في هذه الأشياء فليس دينه يسر فبعد مثلا الأشخاص اللي كيتناولوا دواء عندهم أمراض مزمينة وكيتناولوا دواء هذا ممكن ينظموا تناول الدواء يعني يشوفهم على الطبيب المعالج وينظموا يعني لأن وقت الدواء مهم جدا بعض الأمراض التي تعالج بهذه الأدوية هي الدواء يعطي نتيجة أحسن لما يكون شخص صائم كثير من الأمراض تظهر نتيجة أحسن لما يكون شخص صائم لماذا؟ لأن هذا الدواء لما يكون الدم خفيف وليس يعني الجسم لا يخد المواد السامة التي توجد في الأغذية فهنا يكون الأدوية تعطيه مفعول أكبر ويعني علاج يكون بنسبة عالية سنخرج الحوامل والمرضعات من هذه الفئة هذا سنتكلم عنهم في حلقتين المرضع والحامل نحن نتكلم عن الأمراض العضوية الأمراض المزمنة وكذلك الأمراض هذه الطارئة فأمراض وأعراض كذلك يعني هؤلاء يعني فالأشخاص اللي عندهم مثلا حساسية اللي عندهم ربه بعد أمراض القلب والشارعين طبعا لأصحابها يعني ممكن يصوموا شلل نصفي أو الشلل كلي ثم ارتفاع الضغط الكوليستيرو والشحمة التي هي السمنة هؤلاء بالعكس هؤلاء الصيام يجب هؤلاء الصيام سينفعهم يجب أن يصوموا وأن يصوموا بنظام طبيعي بدون دهون يعني السمنة وأمراض القلب والشارعين ارتفاع الضغط الكوليستيرو والشحمة التي هي أن يصوموا بدون حيوانية وبدون أي مشكل بالعكس هو الصيام جيد في هذه الحالة لهؤلاء الأشخاص بالنسبة للنساء مثلاً عندهم خلال هرموني كذلك الخلال هرموني والتكيوسات والفبرومات هذو يعني إذا حالتهم متحسنتش في رمضان فربما يصعب الحل يعني ليس هناك حل آخر يعني بالعكس ورمضان يعني يكون جوع وعطش شديدين لهؤلاء النساء مثلاً عندهم هذه الخلال هرموني واللي عندهم هذه الأشياء أولازم من هذه السؤال يتكرر ويتكرر 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 وقد تكلمنا وتكلمنا وأعدنا الكلام النساء لعدهم خلال هرموني الجوع والنبات الجوع والنبات فقط يتجنبوا المواد الحيوانية كلها الألبان واللحوم بجميع أنوانية الدجاج والديك الرومي والمعز والغني والبقر كل اللحوم والألبان وكذلك مشتقات هذه المواد والمواد الصناعية يصوموا بالنبات كل نبات يعني النشويات قطاني زيت الزيتون فواكي طرية فواكي جافة خشاش الأرض خضار كل شيء يتناولوا هذا ما هذا لا يكون هناك مشكل بالعكس النساء اللي عندهم خلال هرموني واللي عندهم هذه المشاكل هذه إذا لم يسووا هذا المشكل في رمضان فليس هناك حل ليس هناك حل مرتين يعني وإلا الطبيب سيتعامل مع هذه الأمراض يعني بهرمونات وهي ليست بروجستيرون التي ينتج الجسم هي هذه البروجستوجينات الكيموية المصنوعة كيموية من الكوليستيرون وهي يجب يعني على النساء يعني أن يفهمنا هذه هذه الأشياء يعني لا يتماه هكذا يعني يعني تهورنا مع هذه المسائل هذه هذه الحبوب هي ليست حلويات حبوب التي يتناولها النساء هي ليست حلويات لما لا تتأخذ ذلك الحبة يعني ولا تبالي يعني فقد يعني يعني لو علمت ما أخذت يعني لكانت تجنبته يعني ما شاء الله الأمراض الأخرى اللي من جهاز الهضمي الجهاز الهضمي مثل باكتيريا الهيليكوباكتير بيلوري القرحة المائدة سيحس الشخص بأزمة في اليوم الأول والتاني ثم يتكيف مع الصيام ويقول ليس هناك مشكل أنا لا 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 أرى كيف هذا الصيام سيدر هذه الأمراض لأنا لا لا أرى فهذا الشخص إن كانت عنده قرحة فهو عنده قرحة تكون معيدة خاوية ولا عامرة فيجب أن تبقى المعيدة مملوئة إذا كانت المعيدة دائما مملوئة فلن يعني يحس برحة فقرحة المعيدة والتقرحات على مستوى الأمعاء وهذه الحصى في المرارة والحصى في الكليا وهذه الأشياء هذا بالعكس هذا الصيام ضروري والصيام جيد لهذه الأمراض لأن أول عضو في الجسم يستفيد من الصيام هو الجهاز الهضمي لأن الجهاز الهضمي إذا بقي معرض دائما للأكل لـ 24 ساعة لـ 24 ساعة فلا يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يحسوا برحة ولا يمكن حتى أن يشفوا جهاز الهضمي ليس له أدوية لأن هذه الأدوية هي تنقص من حدة الآلام فقط تنقص من حدة الآلام فقط ولذلك الناس لعندهم كرون والذي عندهم مثلا هذا القولون العصابي ولعندهم أشياء أخرى حتى البواسر هؤلاء الناس هذو يجب أن يصوموا بدون لحوم مواد حيوانية هي التي تلتهي بالأمعاء يعني بما في ذلك القولون ويعني أن يفهموا ما في الناس هذه الأشياء هذه وما يعني الأمراض السرطانات فالسرطان بالعكس أشخاص لأنهوا العلاج الناس لأنهوا العلاج الكيمنيوترابي ورديوترابي أو المشاكل هذه فيجب أن يصوموا رمضان بشدة وبقوة وبجوع وعطش شديدين وأن يصوموا رمضان بالمواد الطبيعية وبالنبات بالمواد الطبيعية وبالنبات فعنينا لا أدري كيف نفهم الناس نحن نتكلم لمدة ساعة عن المرض ثم الشخص يستمع إلينا يشاهد الفيديو وفي الأخير يسألون ماذا يجب أن يأكل غريب يعني والله غريب وأنا لا أجيب عن الأسئلة لأرغم الناس أن يفهموا ما أقول يعني لا يمكن أن أجيب الناس فهذا ما أتكلم في حلقة كاملة عن الخلال الهرموني ثم تطلع مرة تسؤوني عن الخلال الهرموني ما هي الأغذية التي يجب أن تأكل وما أنا قلت بأنه النبات والجوع لا إله إلا الله الناس يعني تعودوا على وصفات وخلطات وهذه هي الأشياء التي قتلت الأمة يجب أن يسمع قلت لو خذ الحب السوداء مع الصباح ثلاث مرات ثم يشرب مشروبات غازية وخذ مقلية وخذ لحو يعني وستشفى شوف هذا التناقض وشوف الناس يعني ماذا يريدون يريدون أن يبقى على نظامه لا يغير شيء ثم أن تعطيه شيء يأكله يعني هو يعالج أو يشفى غريب بالله يعني غريب فالناس يفهموا ليس هناك علاج على وجه الأرض وأنا أتحدى العالم ليس هناك علاج بدون أن يغير الشخص نمط العيش وأنا مستعد جميع الأمرات تأتي مما يأكل الناس وما يشربه وما يستنشقه طبعا زائد الحالة النفسية وزائد عدم الحركة يجب أن يراجع الناس ونمط عيشهم ويعني فلسفة الحياة كلها ليس نمط العيش فقط يعني حتى إذا كان حالة التوتر أو حالة التعصب وإذا كان لا يتحرك وكان يسكن في محل يوجد قرب بعض الخطر يعني من الدبدبات أو قرب معامل كيموية أو يعني تسرب بعض الغازات السامة من بعض المعامل أو يسكن في منطقة فيها كمغناطيس قوي أو أشياء يجب أن يراجع الناس هذه الأشياء أنا أقول وأتحدى العالم ليس هناك علاج لأي مرض بدون أن يغير الناس نمط العيش وبدون أن يتوقفوا عن مسببات الأمراض يجب أن يتوقف الشخص عن الشيء الذي سبب له المرض ثم يبحث عن العلاج نحن لا نقول الناس لتعالجه نحن نقول للناس نعم يعني الفحص الطبي والتحليل والمسائل كلها ولكن قبل هذا العلاج لا يمكن أن يكون 100% إلا لما يغير الشخص نمط العيش يغير نمط العيش أولا ثم يتوكل على الله ويروح للعلاج يشوف العلاج أشنو يعني ماذا سيعطيه الطبي ولكن يجب الناس ليجب أن نتشدد في هذه الأشياء لأننا تكلمنا وتكلمنا وتكلمنا لا يمكن علاج أمراض القلب والشرائين والشخص يأكلوا اللحم يجب أن يكونوا واضحين لا يمكن أن نعالج أمراض القلب والشرائين والشخص لا زال يستهلكوا اللحم دس المشبع وكوليستيرول وملح يعني أعطيت مثال بسيط جدا لا يمكن أن نعالج السرطان حتى ولو يظهر بعد العلاج الكيميائي أن الشخص ليس لديه شيء فسيعود له هذا السرطان إذا لم يغير نمط العيش سيعود سرطان إذا لم يغير نمط العيش إذا لم يرجع إلى نظام طبيعي وطبخ المنزل وهذه الأشياء ويتجنب جميع المسببات من مضافات غذائية ومن مهيدات ومن بلاستيك من معادن تقيلة ومن هواء ومن غاز الديوكسينات ومن غاز الكبريت ومن غاز الأمونية ومن نيطرات التي تتلوض التربة والمياه والمسائل وهذه كنوا واضحين يجب أن نبدأ بتغيير نمط العيش ثم نأخذ العلاج كنوا واضحين يعني باش ناس ما يفهموش لهذا لا نقولش ناس ما نتعالجوش بالعكس إسلام كحتمع لنا نتعالجوه يدعونا إلى العلاج ولكن لا نتكل على الطيب مئة في المئة يجب أن نغير نمط العيش وأن نوقف أسباب التي سببت المرأة فهذه الأشياء يجب أن يفهمها الناس لعدهم سرطان كيعمل كيميو تيرابيا هو لازال يدخيم والنساء التي تناولت حبوب من الحمل لمدة سنوات وسنوات إذا أصيبت بآلم المفاصل والسمنة وآلم الرأس وهذه المسائل هذه فعلى الأقل يجب أن تعلم من الذي سبب لها المرض حبوب من الحمل ليست حلويات يتناول لها الأشياء فهذه الأمراض ممكن ناس لتكلمنا عليهم لعندهم أمراض ممكن يصوم بها يجب أن يصوموا بمواد طبيعية وبقلة الأكل في الليل وليس صيام هكذا بالحلويات واللحوم والمقليات والمشويات هذا هو تقول أنني سأستفيد لن تستفيد أن أصحاب السرطان لا رمضان ولا خارج رمضان يجب أن يعودوا إلى النظام الطبيعي ويعني أن ينتبهوا جيدا لأن هناك من يسأل عن مرض ولمنا نسأله عن طبيعة العمال وعن الأشياء التي كان يأخذها وهل المرأة تأخذ حبوب من الحل يدخين هدفة سبق لهوان شربة خمرها يعني شخص يعني يستغلب لماذا لأن هذا المرض ليس لهم أين يأتي حتى 1990 سعود وتسعين لا زال الطيب لا يعترف بعلاقات الأغذية مع الأمراض الآن مئة في المئة علاقة التغذية بالأمراض مئة وواحد في المئة فلماذا تأخرنا عشرين سنة لماذا انتظرنا عشرين سنة هذه فالناس يجب أن يعلموا هذه الأشياء إن شاء الله فهذا الصيام هو يفيد هذه المرضى ولكن لأختم جميع المرضى الذين سيصومون ويقدرون على الصيام يجب أن يصوموا بمواد نظيفة مواد طبيعية نظام نباتي طبخ المنزل وأن لا يأكلوا كثير وأن لا يخلطوا كثير وأن يتجنبوا المواد الصناعية والمقليات والحلويات واللحوم إن شاء الله يعني سيرون النتيجة إن شاء الله وتعالى نكتفي بهذا القدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة